قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حسابه الرسمي في اكس أكملت اليوم بحمد الله محطات براكة للطاقة النووية التشغيل التجاري الكامل لمحطاتها وأضاف السموه براكة للطاقة النووية ستوفر 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء براكة للطاقة النووية أكبر مصدر للطاقة النظيفة في المنطقة وتابع سموه براكة للطاقة النووية أضافت أكبر نسبة كهرباء نظيفة للفرد في السنوات الخمس الماضية على مستوى العالم 75% منها تنتجها محطات براكة وستحد من بعاث 22 مليون طن من البعاثات الكربونية سنويا بما يعادل إزالة 4 ملايين و 800 ألف سيارة من الطرقات ولفت السموه لأن أبراكة للطاقة النووية رؤية وقرار ومشروع محمد بن زايد حفظه الله مؤكدا أنه إنجاز نباراتي وفخر عربي وإضافة عالمية لحماية الكوكب ترجمة نانسي قنقر